للحديث عن المسؤول الخفي عن الإمبراطورية المالية للميليشيات الحوثية معنا في الستوديو الزميلة ميس الحربي مرحبا بك يا ميس صالح الشاعر شخصية حوثية برزت خلال الفترة الماضية الناس تريد أن تعرف من هو صالح الشاعر بالفعل حسين طبعا هذا الرجل صالح الشاعر يسمى برجل الضل المالي لعبد الملك الحوثي هو مسؤول الدعم اللوجستي في الجناح العسكري للميليشيات أيضا حارسا قضائيا أي أنه يضع اليد على ممتلكات الغير لمصادرتها هو طبعا المطلوب رقم 35 للتحالف من ضمن قائمة الأربعين مطلوب التي صدرت عام 2017 أيضا يدير أموال ميليشيات الحوثي التي نهبتها من اليمنيين ومؤسسات الدولة باشر هذا الرجل بالسطو والاستيلاء على مئات الشركات ومنازل الحصوم السياسيين لا توجد إحصائية دقيقة للعدد ولكن منها شبكة سبأ للهاتف النقال وجامعة العلوم والتكنولوجيا وأيضا مؤسسة الصالحة الاجتماعية للتنمية بكل أصولها وممتلكاتها ومقراتها وهيئتها الإدارية وأموالها المودعة في البنوك كذلك جمعية الإصلاح الخيرية ومستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا ومنازل عشرات من السياسيين وأعضاء مجلس النواب آخرهم منزل النائب البرلماني سلطان العتواني مستشار الرئيس هادي قبل يومين حسين في صنعام طيب هذه المهمة يا ميس مهمة الحارس القضائي تخالف تماما ما هو متعارف عليه في النظام القضائي في اليمن نريد أن نفهم هذه الجزئية بالفعل حسين عادة طبعا هذه المهمة مهمة الحارس القضائي هي ضبط الأموال المختلف عليها وطبعا حمايتها حتى يفصل القضاء بها وتعاد لأصحابها لكن الحارس القضائي الذي استحدثته ميليشيات إيران في اليمن مهمة المصادرة والتصرف لخدمة زعيم التمرد عبد الملك الحوثي وتمويل الحرب التي يقتل بها طبعا هذا النظام المستحدث يحاكي نموذج إيراني تابع لخامنئي ويسيطر على نصف الاقتصاد الإيراني نتابع هذا الفيديو الذي يشرح ما هو هذا الجهاز نتابع موسيقى طيب ميس هذا فحسب للرجل من مهام في داخل ميليشيا الحوثي أم أنه يتدخل بمسألة الدعم اللوجستي والمهام أكيد يتدخل طبعا صالح الشاعر هو يقوم بالمضاربة بهذه الأموال والعقارات المصادرة وأيضا السيولات النقدية والأرصد البنكية التي يتم مصادرتها وتوجيهها نحو ما يسمى بتمويل المجهود الحربي تحت الإشراف المباشر لعبد الملك الحوثي وهو طبعا ما أكده تقرير الخبراء الدوليين الذي قدم لمجلس الأمن مؤخرا حيث أكد الخبراء أن الشاعر هو شخصية رئيسية في جهود الحوثيين لمصادرة الأصول من المعارضين ورجال الأعمال أيضا هذا الرجل هو ضمن قائمة المطلوبين في قائمة العقوبات الدولية بالشأن طبعا منع تهريب الأسلحة للميليشيات بسبب أنشطة المشبوهة والمخالفة لقرارات مجلس الأمن حيث يقوم بتمويل صفقات أسلحة مهربة يتم شراءها من الخارج حسين شكرا جزيلا لك يا زميلة ميسي الحرب على كل هذه التفاصيل شكرا شكرا